مشاهدين وللحديث أكثر حول ملف الموازنة وردود الفعل تجاه قرار المحكمة الاتحادية في إيقاف إرسال الأموال إلى أقليم كردستان ينضم معنا من بغداد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد شريف سليمان مرحبا بك سيد شريف معنا في النشرة الرئيسي بداية متى من المتوقع أن تنطلق الموازنة الاتحادية وما هي المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمان في إطلاق مشروع الموازنة الاتحادية تفضل بداية مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام عينما كانوا نعم أخي العزيز الموازنة مهمة جدا وعلى الحكومة أن تلحق الليل بالنهار لكي تجهز أو تكمل أوراق الموازنة وترسله إلى البرلمان في أسرع وقد ممكن الشعب العراقي ينتظر هذه الموازنة هذه الموازرة أراها يجب أن تكون استثنائية يجب أن يكون بها الكثير من الأمور التي يحتاجها الشعب العراقي من الخدمات والبنى التحتية والأمور العديدة الأخرى ودرجات وظيفية وأن تحل المشاكل التي هي عالقة ما بين الإقليم والمركز في موضوع الموازنة والاستقاقات التي هي دستورية وقانونية فأرى أن هذه الحكومة تعي هذا الأمر وهذا التأخير هو السبب ذلك يجب أن يتكون الموازنة متكاملة تراعي جميع الأمور وأن تضع في حسبانها بأن هذه الموازنة وسبب عدم وجودها لسنة السابقة فيجب أن تكون متكاملة وتراعي كل القطاعات وتسعى لكي تخافهم معاناة الشعب العراقي وتقدم لهم ما يستحقونه وما يحتاجونه في هذه المرحلة وتعلمون فأننا في وضع مالي أكثر مرونة وأكثر سهولة من ذي قبل وهناك أسعار نفط مرتفعة ولا بأس بها والذين يعملون على أعداد الموازنة لديهم كل التسئيلات وكل الأمور التي يحتاجوها لكي يضعوها بكاملها في الطريق الصحيح أو في الوضع الصحيح لكي تكون موازنة كما قلت متكاملة وترعى جميع ما يعانيه الشعب العراقي ويحتاجه في هذه المرحلة نعم سيد شريف دعني أرحب بك من جديد في نشرة الرئيسة إذا تحدثنا عن ردود الفعل تجاه قرار إيقاف إرسال الأموال لأقليم كردستان ما هي تدعيات هذا القرار برأيك؟ والله هذا القرار في نظرنا قرار غير دستوري لأن تجويع جزء من أبناء الشعب العراقي قرار غير دستوري ليس للدستوري شيء في أي علاقة له بهذا الأمر نهيكم من أن المحكمة أيضا نرى في نظرنا إذا دققنا في الأمر بأن المحكمة في أساسها غير دستورية الدستورية قر بأن يكون هناك تأسيس محكمة تسمى بمحكمة اتحادية تكون تتكون من الفقهاء في الفقه الإسلامي والقانوني وخبراء في القانون وفي الشريعة فهذا الأمر لم يتحقق وهذه بأمر إداري تحققت بأمر إداري فأيضا لم تتأسس على أسس دستورية إذا تدعي بالدستور ولنحن لسنا في صدد هذا الأمر ولكن هذا الأمر يسيء إلى مصلحة الشعب العراقي في هذه المرحلة هناك اتفاق سياسي أبرم ما بين الكتل المتعالفة في تحالف دارة الدولة وهناك اتفاق سبق هذا الأمر والذين وقعوا على هذه الاتفاقية يعون كل الوعي بأن هذه المرحلة تحتاج إلى إقرار قوانين أساسية لحل هذا المعضل لهذا المشكال إذن الذين دعوا إلى تأجيل هذا الأمر لحين إقرار قانون النفط الغاس يعلمون هذا الشيء وهم على درجة عالية من المسؤولية وهم قادة في الكتل السياسيين ويعلمون أن الحل الأمثل والحقيقي والثابت والرصين هو في إقرار القوانين التي من شأنها حل هذه الإشكالات والابتعاد عن كل المناكفات والسجالات التي هي جانبية والتنافس والميول الشخصية وكذلك القرارات التي هي ذات جنب السياسية ما بين آونة أخرى فيجب هذا الأمر أن يتم معالجته وعلى الحكومة عدم الامتثال لهكذا قرارات ويجب الالتزام بالاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي الذي أبرم أذبان تشكيل التحالف الخماسي أو تحالف دارة الدولة ففي هذه المرحلة نحن في أجواء تفاهم وهناك إيجابية في التعامل فيجب أن نستثمر هذا الأمر وأن نتوجه نحو الخلافات بسبب عدم وجود القوانين الأساسية التي تحكم هكذا أمور وهكذا مواضع مهمة وحساسة في إدارة الدولة فإذن يجب ترحيل أو تأجيل هكذا قرارات لحين إقرار قانون النفط والغاس وقانون المحكمة الاتحادية أيضا فهذا الأمر وهذا القرار الذي صدره من المحكمة الاتحادية يعني يأدي بنا بأن نطالب بقوة إلى أقرار قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاس وقوانين الأخرى الأساسية وتطبيق القوانين التي هي موجودة في الدستور لكي تكون خارطة الطريق أساسية في تعاملنا مع بعضنا البعض وأن لا نعتبد على الخلافات وغيرها دائما يكون توجهنا في حقاق الحقوق حسب الدستور وحسب القانون نعم سيد شريف هل ترى أنه من الممكن تجاوز هذه المشكلة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية وحلها نهائيا؟ إذن كان من الأجدر دعوة المحكمة الاتحادية إلى أطراف لكي يتحاوروا وأن تقف في الوسط في هذا الأمر وأن لا تكون محايدة لأي طرف يجب أن نعتمد على الحوار البناء المجدي المستند على الإحقاق الحقوق وعلى الدستور وعلى كل الأطر التي هي موجودة في إدارة الدولة الحقيقية وأن نلتزم بكل ما هو موجود من استحقاقات لكافة أبناء بدون تمييز حسب ما هو دستور بسبب العرق أو القومية أو الدين أو الرقعة الجغرافية وما إلى ذلك فهذا الأمر ندعو الرئاسات الثلاث أنا شخصيا أدعو الرئاسات الثلاث إلى الاجتماع وإلى إجاة حل لهذه الأمور وأن لا نبقى مكتوفي الأيدي تجاه هذه التجاوزات التي تحصل ما بين أولئة أخرى بسبب أمور أو ميور الشخصية قد تكون أو إلى أهداف سياسية أنا لا أريد أن أسمي تسميات أخرى فهذا الأمر مهم جدا وأقليم كردستان هو لا زال جزء من دولة العراق وأبنائه من المواطنين من الدرجة الأولى ويستحقون بأن يمنحوا حصة عادلة من الموازنة وأن يكون لهم كامل الحقوق كما لبقية المحافظات وأن لا يتم تعريض حقوقهم ما بين أولئة أخرى لأميول أو لأهداف أو لأي أمور أخرى تحصل ما بين أولئة أخرى يعني سيادة النائب العلاقات بين بغداد وأربيل شهدت تقدم كبير جدا في الأولئة الأخيرة هل ستنعكس تدعيات هذا القرار على تلك العلاقات؟ والله ليست فيها أنا أرى العلاقات جيدة جدا والأجواء طيبة والمفاوضات تجسري بسلاسة وبشكل طبيعي وليس هناك عقبات ولكن هذه القرارات هي التي تثير هذه الأمور وأرى أننا يجب أن لا ننجر وراء هذه القرارات وأن نقف مع بعضنا البعض لإذلال المشاكل والعقبات التي هي موجودة ما بين القيمة المركز والأجواء طيبة جدا والتفاهم كما قلت خارطة الطريق وضعت أثناء تشكيل التحالف الخماسي وتحالف دائرة الدولة وبعد ذلك تشكيل الحكومة من انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وكل التفاهمات والأطر وهذه المواد كلها موجودة في تحالف دائرة الدولة والوثيقة السياسية التي أبرمت هي خارطة الطريق لتعاملنا مع بعضنا البعض في هذه المرحلة تعلمون كان هناك انسداد سياسي والمشاكل كانت تعيق العملية السياسية برمتها ووصلت إلى مدات خطرة ولكن هذا الاتفاق الذي أبرم وضع خارطة الطريق ويجب أن نستفاد من هذه الخارطة وأن نلتزم بها المبدأ السياسي والمبدأ الوطني يدعونا بلا أن لا ننجر إلى إثارة المشاكل وإلى قرارات أو ذات ميول شخصية وميول سياسية ما إلى ذلك فهذا الأمر يجب أن يحل وأن لا نبقى مكتوفي الأيدي وأن القادة العملية السياسية مدعون في هذه المرحلة لكي يضعوا الحلول المناسبة في هذه المرحلة وإقليم كونستان يستحق كل الدعم وأبنائه أيضا كما قلت عراقين من الدرجة الأولى ويجب أن لا يتم الضرر بمصالحهم وبلقمة عيشهم نعم النائب عن الحزب الديموقراطي الكردساني السيد شريف سليمان شكرا جزيلا لانضمامك معنا شكرا جزيلا لانضمامك معنا